اهلا بكم حبيبي طلاب جريت سريف درس جديد على قناة برايفت ماس لسونز سنأخذ سنة 51 اللي بعنوان ملتبليكيشن استراتيجز الدرس بتاعنا النهاردة يعتبر من دروس سهلة جدا هنتعرف فيه لو انا عندي فاكتورز الفاكتورز دي فيها زيروس كتير هنشوف البرودكت يبقى عامل ازاي يعني فور اكزامبل لو عندي 2x4 equal 8 لو الفاكتور فور ده زودنا له زيرو يحصل افو البرودكت يزيد كمان زيرو طيب لو جاءنا الفاكتور فور زودنا عليه 2x0 نبص على البرودكت نلاقي حصل فيه ايه زاد بردو 2x0 طيب لو الفاكتور فور بقى 4000 اللي يحصل في البرودكت يبقى 8000 يبقى حين نتفق مع بعضنا لو عندي 0s في الفاكتورز لازم تطلع في البرودكت ولو الزيروس كتيرة لازم بردو البرودكت يبقى فيه 0s كتيرة طيب مع بعضنا نشوف التشيك ده عشو نعرف قدي الدرس السهل احنا عارفين ان 7x2 ب14 يلا نحل بقى هنا يبقى 7x20 بكام الزيرو ينزل و7x2 ب14 هنا عندي 2 0s 7x200 ننزل 2 0s و7x2 ب14 هنا 7x2000 نعمل ايه في عندي 3 0s ننزل 3 0s و7x2 يبقى ايه 14 سهل جدا جدا يلا نحل هنا 2x3 يديني 6 يبقى 2x30 نعمل ايه نحط الزيرو اللي ظهر عندي في الفاكتور ده ونعمل 2x3 زي ما هي ب6 2x300 نحط الزيرو ونحط الزيرو 2x3000 نحط الزيرو ونحط الزيرو يلا 7x4 28 7x40 هنا يوجد 0 يبقى نزود 28x0 هنا يوجد 2 0s يبقى نزود 28x20 هنا يوجد 3 0s يبقى نزود 28x30 يبقى الزيرو اللي موجودة في الفاكتور يجب ان نضعها في البروتكت الاول نحط الزيرو 5x6 30 نحط الزيرو هنا يبقى 5x60 الزيرو ده ينزل ونحط الزيرو 5x600 ونضع الزيرو نضع الزيرو ونضع الزيرو 5x06 الزيرو 5x6 نضع الزيرو 5x6 30 يجي نشوف أنازل لرنينج بوينت لما حنعمل ملتبليكيشن باي زيرو هنتصرف ازاي عندي طريقتين يقم الزيرو ننزله ونعمل للتو فاكتور ز ايه ملتبليكيشن يقم الفاكتور اللي في زيرو نحوله 3 تايمز الثان وبعد كده نعمل ملتبليكيشن للفايف تايمز الثان يديني 15 وبعد كده نعمل للففتين تايمز الثان طبعا الطريقة دي اسهل الطريقة الثالثة ان السيرتي اقول ان هي سري تنس يبقى 5 تايمز سري اكوال 15 تنس والتنس اشالها وحط مكانها ايه حط مكانها زير طبعا الطريقة اللي احنا هنمشي بيها وعايزكم تتعودوا عليها على طول هي الايه هي الطريقة دي اننا لو عندي زيروز في الفاكتورز لازم نخرج الزيروز كلها وره الاول قبل ما نعمل الملتبليكيشن دي اسهل ايه اسهل طريقة نيجي نشوف هنا يقول لي يعني يحلها بالطريقة اللي انت تحبها هنا عند فاكتور في زيرو يبقى زيرو دا اطلعه برا كزا و 6 تايمز 2 تديني 12 يبقى ده هي ايكوى وان هندرد طب يلا هنا 4 تايمز 50 عندي زيرو ننزلو 4 تايمز 5 20 تبقى 200 في زيرو شايفة اهو قبل ما اشتغل انزلو وبعد كده اقول 3 تايمز 8 24 وزي ما انتو شايفون يا اولاد الدرس سهل جدا واي ملتبليكيشن لملتبلز افتين على طول بيبقى سهل يلا ما بعدين نشوف هذا الراكتس يقول لي ماتش عايزين نوصل ما بين هنا وما بين هنا هنا الفاكتورز وهنا البرودكت طيب يلا 4 x 20 اقوى كان اولا 4 x 2 اقوى 8 والزيرو ينزل تبقى 80 3 x 6 الزيرو هينزل و 3 x 6 اقوى 18 تبقى 180 5 x 7 5 x 7 35 ونحط جنبها 0 تبقى 350 و 8 x 30 8 x 3 equal 24 نحط جنبها 0 تبقى 240 يلا اللي بعد كده 3 x 40 اول حاجة نعمل ايه انا شايف 0 في الفاكتور نحطه هنا يبقى عندي 3 x 4 12 اللي بعدها الزيرو ده ينزل في الاول على المسترات و 2 x 5 10 ها ننزل الزيرو 4 x 6 24 ننزل الزيرو 7 x 4 28 5 x 50 ننزل الزيرو و 5 x 5 25 ننزل الزيرو 4 x 8 32 بعد كده هنا عندي 2 x 0 يبقى ننزلهم وبعد كده يبقى 3 و 7 3 x 7 21 ننزل 2 x 0 يبقى 9 و 3 9 x 3 27 هنا 2 x 0 ينزلوا و 5 x 1 equal 5 الـ 2 x 0 اللي أنا شايفهم في الفاكتور دول لازم يطلقوا في البرودكت الأول وبعد كده أقول 3 x 2 يبقى 6 يلا هنا عندي 3 x 0 ينزلوا 4 x 5 20 مش أكد يا أولاد على حفظ التابل اللي عايز يبقى شطر في الماس ويحل بسرعة لازم يحفظ التابل الصم هنا 3 x 0 6 x 3 18 يلا 3 x 0 هنا ينزلوا 2 x 9 18 ينزل 3 x 0 5 x 8 18 40 يلا هنا 3 x 0 ينزلوا 8 x 7 56 1 x 9 1 x 9 1 x 9 1 x 9 1 x 9 لو أعجبكم الفيديو يجب تعملوا لايك لصفحاتنا على الفيسبوك واللنك الصفحة موجود في الفيديو يلا يجب علينا نفهم في هذا الأكسرسيز يقول لي وهنا هناك طريقتين أول طريقة نعملها بالإداشن نعمل 40 بلص 40 بلص 40 ونشوف هيطلع كام بس احنا شايفين بيعنينا ايه 40 عملا تتقرر وطالما 40 بتتقرر يبقى على طول يجي في دماغنا الملتبليكيشن يبقى احنا ازاي نعرف ان الورد بروبلم عبارة عن ملتبليكيشن بروبلم اول حاجة نلاحظها ان النمبر بيتكرر طيب هو تكرر كم مرة 3x 40 تكررت 3x يعني 3x يديني ايه بقى احنا شفنا من شوية لما يكون في زيرو لازم يطلع لي الاول اهو نزلنا الزيرو وبعد كده 3x4 يديني ايه؟ يديني 12 يبقى كل الشيتس اللي عندي في السري نوتبادز عبارة عن كام؟ عبارة عن 120 دايما في الورد بروبلمز لما طلع الناتج لازم اكتب هو ايه؟ هو بيقول لي هاو ميني شييتس يبقى انا لما طلع ال 120 لازم اكتب جنبها كلمة شييتس هاو ميني هاتس هاو ميني هاتس هاو ميني هاتس نشوف الباج الواحد في اد ايه؟ انا شايف بعيني كلمة سيكستي هوا سيكستي بارتي هاتس كل واحد من دول في ايه؟ في سيكستي هم كام واحد دول فور يعني المفروض اللي انا شايفه قدامي ده عبارة عن سيكستي لازم سيكستrei اللي احنا ملحظينه النمبر عمال يتكرر في المفروض والنمبر يتكرر يبقى على طول ده ان تحطي رينها سيمتIS يبقى كل مرة يبقى كده الفور د fulfilling قد يبي انا ايه؟ إ individuo ينزل و في الطرف مفروض يبقى 240 ماهي بقى؟ هاو بيقول لي هاو ميني هاتس يبقى لازم اكتب هنا كلمة هاتس يلا اللي بعد هاو ميني ستيكرز ار ان فايف باكس عندي كم ستيكرز في كل الباكس دايات لازم نحطهم كلهم على بعض يعني اقول سيرتي بلاس سيرتي بلاس سيرتي بلاس سيرتي بلاس سيرتي عشان عندي الواحد اهو وكتوب عليه في سيرتي اللي احنا شايفينه بيحصل اديشن لنمبر واحد وعمل يتكرر طب هو تكرر كم مرة يبقى فايف تايمز يبقى فايف تايمز مين السيرتي هتديني كام الزيرو ينزل وفايف تايمز سري ففتين يبقى 150 ايه ستيكرز يلا اللي بعديه هنا بيقول ايه امير بوت سري بوكس توريت امير اشترى ثلاث كتب عشان يقراهم كل كتاب منهم تمنوا فورتي ده الكتاب الواحد هاو ماتش ده امير باي امير دفع قد ايه هم كام كتابي اولاد سري كل واحد بكان بفورتي يعني هو دفع فورتي الاول وبعد كده دفع كمان فورتي وبعد كده ازود عليهم كمان ايه كمان فورتي ايه ده ده ادشن لنفس النمبر والنمبر عمال يتكرر يبقى ملتبليكيشن على طول لان احنا بنقول ان الملتبليكيشن بقرر نفس النمبر بالادشن يبقى انا عندي ثري تايمز ايه الفورتي يديني كام الزيرو ينزل في الاول وثري تايمز فور ايكوال كام ايكوال 12 يبقى هو دفع 120 باونز يبقى نكتب الاجابة ازاي نقول كده امير بيد 120 باونز يالا اللي بعدي افروت سيلر سيلز افري داي 60 كيلو جرامز فروت هاو ميني كيلو جرامز دازة فروت سيلر سيل ان فور دايز يبقى هيبيع قد ايه فاربعة ايام يعني هو كل يوم هيبيع 60 صح ولا لا يبقى هنحط 60 دي على 60 دي على دي على دي يبقى بنكرر نفس النمبر بالادشن يبقى معنا كده اننا هعمل ملتبليكيشن 60 قررت كم مرة فور تايمز يبقى فور تايمز 60 اكوال كام الزيرو ينزل وفور تايمز 6 24 يبقى نكتب كده زافروت سيلر سيلز 240 كيلو جرامز نكتب 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 days هو هيبيع 240 كيلو جرامز فاربعة ايام طيب يلا نشوف الجميل ده يقول لي كيلو جرامز سيقوم بعمل عروسة في كل صباح سيقوم بعمل سيقوم بعمل كيلو جرامز كيلو جرامز سوف نضعهم كلهم على بعض يعني 5 ستكرر كم مرة 6 يعني كالي أقول 6 times 5 ده يديني كام يديني 30 يبقى 30 30 students يلا لبعد كده كالي جرامز سيقوم بعمل كل جرامز الواحد من ده سيقوم بعمل كام بابتس نخبالنا هو بيقول لي كل هيتحط في بابتس وانا عندي كل عنده 10 يبقى 5 students لهم كام لهم 5 times ال 10 اللي هو كام اللي هم 50 50 وكل هيتحط في بابتس يبقى هم محتاجين في جروب الواحد 50 بابتس يلا اللي بعد كده هاو مني بابتس في كل العرايس ستحط في الصابع لكل اللي سيقوم بعمل محتاجين احنا قلنا الجروب الواحد بيتحط في كام 50 بابتس هم كام جروب 6 جروب يعني عندي 50 هتكرر 6 يبقى نقول 6 times 50 يديني كام 0 ينزل وبعد كده 6 times 5 equal 30 يبقى 300 بابتس وبكده يبقى خلصنا شرح اللي سن درس سهل جدا وجميل بعرفنا ازاي نعمل ملتبليكيشن لفاكتورز فيها وشفنا الورد ولاحظنا ازاي نعرف ان هي ملتبليكيشن لان انا بلاقي نفس النمبر بيتكرر more than one times ولازم اعمله ادشن فباخد النمبرز دي احولها لملتبليكيشن ياربوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله شكرا ملتبليكيشن